نصدف معنا في الستوديو في بث حي ومباشر الماشط والمربي علي صلالحة والمحامي والمحاسب سامير زيدان أهلا ومرحبا بكم أهلا في البداية السؤال لكم عن ما يحدث الآن في الكنيسة في البداية كيف تقرأان ما حدث بجلسة الكنيسة الافتتاحية ورفض عدد من أعضاء الكنيسة عن القائم المشتركة أداء اليمين الدستوري خاصة وأن هذه ليست أول مرة يؤدون فيها هذا اليمين الدستوري يعني سبقوا أن أدوا هذا اليمين السؤال هل وسائل الإعلام أشارت إلى قسم اليمين لدى حزب تسيونود داتيت لدى بنكفير ولدى سموتريتش هن لم يقولوا يعني مفروض يقول لأهدوك ليست متحييف أني يعني أنا أتعهد أتعهد ما قالوش أتعهد هن قالوا أتعهد بأن أحارب قضية الله تابم وقضية المرأة مثل ما فعل أعضاء الكنيسة العرب ربما رد على ما قاله بنكفير لا 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 هن بيأمنوا في هذه القضية هن احترحوا هذا الموضوع من البداية ولذلك أنا أقول لوسائل الإعلام من المفروض أنه يكون فيه شفافية ما بين كل ما يحصل في هذا الموضوع أما بخصوص كيف تصرف أنا برأيي المتواضع قام كل واحد من أعضاء الكنيسة المشتركة والموحدة ليردوا الواحد على الأخر من أجل الانتخابات القادمة أنه أنا بقول هيك لأنه أنا بدي أعمل هيك لأنه أنا بدي أحارب الجهة يعني الدعاية الانتخابية مبكرة بيضابطوا هن بيعرفوا أنه البظهر لا يمكن تشكيل حكومة ثابتة وقد تكون عدم تشكيل حكومة في هذه الفترة الزمنية ولذلك كل واحد ومش بس هني كمان الأحزاب اليهودية تتطلع إلى الانتخابات الخامسة من أجل أنه كل واحد يحفظ الأصوات تبعه فخوض مثلا اللي ما أعطوش رأي لرئيس الدولة وأيدوا أي من المرشحين إن كان قدع سعر وإن كان أي حزب آخر حزب يمينة حزب يمينة هو يريد أن يبقي ويحافظ على الناخبين تبعه للمرة القادمة ولذلك أنا بقول إذا إحنا بدنا دولة اللي تعمل من أجل مصلحة المجتمع كيف هني بحكوه من المفروض أن يكون تنازلات من قبل كل الأحزاب اليمين المتطرف والمعتدل وأيضا من المعتدل معنا الآن كيف ترى المحام سامير زدان ذلك من وجهة نظرك أنا أرى سوق سياسي في دولة إسرائيل وصلت هذه الدولة إلى السوق بمعنى كلمة سوق من الناحية التشريعية هناك عدم وجود قانون واضح الذي الدولة اليوم بحاجة كما هو معروف هناك احتمال كبير للذهاب إلى الانتخابات خامسة وربما سادسة وربما سابعة أي هناك خلل قانوني في القانون الإسرائيلي يجب تغيير طريقة الانتخابات في إسرائيل وطريقة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تتغيب عن إدارة أمور الدولة منذ عامين لذلك يجب الرجوع إلى منظومة انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر وعلى سبيل المثال يستطيع البرلمان الإسرائيلي اليوم بتمرير قانون آخر لإجراء انتخابات مباشرة بين رئيسي أكبر حزبين في دولة إسرائيل كانت من قبل مباشرة كنا ننتخب رئيس الحكومة مباشرة مرتين كان في 1996 و99 ولماذا ألغيت مثلا؟ ألغيت لأن الناخب الإسرائيلي بقيت نفس المنظومة أي رئيس الحكومة كان بحاجة إلى الواحد وستين ما دامت وأصبح الناخب ينتخب رئيس حكومة من اليمين وينتخب حزب من اليسار فأصبحت البلبلة لذلك يجب أخذ المنظومة الأمريكية على سبيل المثال هي منظومة سياسية تخدم الشعب الأمريكي والسيطرة الأمريكية من الناحية الاقتصادية والسياسية في العالم كلنا نعيش ذلك أنا أقول هذا يضر بالمجتمع العربي والأقليات ولذلك يجب البقاء على الانتخابات النسبية سنمكنك من التطارك إلى هذه النقطة ولكن دعنا الآن نخرج إلى فاصل إعلان قصيد ثم نعود لمتابعة نعود أعزائي المشاهدين إلى الضيفين في الستوديو الناشط والمربي علي صلالحة والمحامي سمير زيدان أهلا بكم طبعا الآن سنتطرق إلى قرار رئيس الدولة رؤوذين ريفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة أولا هل القرار كان متوقع؟ ما هي احتمالات نجاح نتنياهو بتشكيل الحكومة؟ أخ علي صلالحة لا لم يكن متوقع أنا بالنسبة لي لم يكن متوقع ولكن التشضي الموجود في داخل الأحزاب الإسرائيلية من تطرف يميني إلى تطرف يساري لم يعطي أو ديني أيضا إذا منأخذ الموضوع بهذا الشكل لم يعطي أي من المرشحين لرئاسة الحكومة أن يستطيع أي منهما الوصول إلى 61 عضو كنسة وعدم وصول أي منهما إلى 61 عضو كنسة وأخذنا مجموعة مع بيبي ومجموعة ضد بيبي في كلا الجهيتين في هناك تطرف كبير جدا يميني لنأخذ مع بيبي جماعة بين كفير وسموتريتش وشو اسمه منصور دكتور منصور لا يمكن أنك أنت تقعد الحمل مع الأسد بنفس العرين لا يمكن لا يمكن أنه هذول يتوافقوا مع بعضهم البعض لا يقبل وذلك يقبل وإذا أخذنا الجانب الآخر نجد نفس الشيء ولذلك إذا ما كانشت نازلات مرة أخرى كما تحدث رئيس الدولة أن يأخذوا الأمور الهامة بالنسبة للدولة على حساب الأمور الحزبية والأمور الخاصة بكل حزب وحزب وتطلع إلى انتخابات قادمة وكيف أنا أريد أن أحافظ على جماعته وهذا أريد أن أحافظ على جماعته عمليا لا يمكن أن يقيموا حكومة ولكن هناك أيضا إمكانيات من الممكن لأنه إذا لم تتشكل حكومة وانتقلت إلى حكومة انتقالية عمليا في شهر عشرة من البدء يصير رئيس حكومة بني جانس ونتنياهو لا يمكن أن يقبل أو الليكود لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال ولذلك سيكرموا هذه الانتخابات ولذلك قد يكون انتخابات خمسة وهذا عمليا شيء غير معقول بالنسبة للجمهور الإسرائيلي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي وبالنسبة لدولة إسرائيل ستظهر دولة متشضية وعمليا هشة وضعيفة نسأل المحامي سامير زدان احتمالات نجاح نتنياهو بتشكيل حكومة كيف ترها؟ قبل الاحتمالات تصريح رئيس الدولة اليوم أثناء تسليم بن يمين نتنياهو هذا الموجود يعني بمعنى أنه القانون المحكمة العليا هي التي منحته هو استعمل قرار محكمة العدل العليا كغطاء للتصريح وظيفة رئيس الدولة وفقا للقانون الإسرائيلي هي وظيفة رمزية رئيس الدولة لم يكن بحاجة لتذكير الشارع الإسرائيلي أن هناك لآحة اتهام ضد بن يمين نتنياهو الاستعمال هذا هناك أصوات اليوم في الشارع اليهودي لإبطال مؤسسة ما يسمى منصب رئيس الدولة وهذا يتصل مع ما قلت سابقا أن هناك يجب تغيير طريقة الانتخابات في دولة إسرائيل بما فيه إبطال ما يسمى مؤسسة رئيس الدولة وضمن ذلك يكون تعديل في القانون من هو الحزب أو من هو الشخص الذي يستطيع الذهاب إلى رئاسة الحكومة أما بالنسبة لإحتمالية تشكيل الحكومة وفقا للمعطيات الموجودة اليوم والسوق السياسي الإسرائيلي الذي يبتعد عن المبادئ نوعا ما الاحتمال ضئيل ليس أنه غير موجود لكن هناك احتمال وضئيل كما كان في الجولة الثالثة لم يكن أحد يتوقع أن جانس يدخل مع نتنياهو في اتلاف حكومي ربما أيضا نرى أحزاب التي ممكن أن تراها كأحزاب يسارية ممكن أن تكون مع نتنياهو ليس في السياسة أي شيء غريب في هذه الدولة ما دامت هذه المنظومة التي تشكي من مرض قاتل في طريقة انتخاب رئيس الحكومة المربي علي صلى الله عليه وسلم حاولينا نسأل التوصيات هل كانت مفاجئة بالنسبة للمرشح لتركيب الحكومة هذا السؤال يعني خلصا أنه سعر حزب سعر لم يوصي على أحد حسب يعني كان يتوقع يوصي على لبيد يعني حسب نتائج الانتخابات وما دار ما بعد الانتخابات مباشرة كان من المفروض أنه يوصي على لبيد ولكن في الطريق يظهر أنه شافوا كيف الصورة موجودة وكيف الفزل هذا لا يمكن تركيبه ولذلك كل واحد تراجع نوعا ما يعني قرار مع وقف التنفيذ يعني احتمال أنه بعرفش أقول لك إذا محتمل ولكن قال سعر أنه لا يمكن أن يجلس مع نتنياهو في حكومة واليوم هو في وضع لا يحمد عليه فإذا تراجع عن هذا الموقف عمليا في الانتخابات القادمة يديجه كل اللي كانوا معه يرجع لعند مين لعند الليكود فهو يريد أن يحافظ على الحزب وابقاؤه للمرة القادمة ولذلك هو وقف في موقف نيوترال لهون ولهون ولكن الدولة ومصلحة الدولة يجب أن تكون أكبر من من مصلحة الشخصية ومصلحة الحزب هذا ومصلحة الحزب هذا ولذلك أنا بقول مثل مقر رئيس الدولة يجب أن نتنازل يجب أن نعمل لمصلحة الدولة وإذا لم نتنازل عمليا إحنا في انتخابات خامسة والانتخابات الخامسة ستكون نتائجها مختلفة كليا يعني أي حزب يخشى من انتخابات سعر يخشى من ذلك أكيد بدون شك بينت يخشى ولذلك بينت ما كانش يقبل أنه يأيد لبيد لأنه إذا أيد لبيد كيميني وبعو ميرتس على سبيل المثال عمليا في عندهم مشكلة فالمصوطين طبعا لا يقبلوا ذلك ميرتس يقبلوا لبيد نوعا ما من شان حل مشكلة ولكن لبيد ومصوطي لبيد يقبلوا أنه ميرتس تقرر للدولة اليهودية عمليا وأفكار المتطرفة نوعا ما إذن بالنسبة للقائمة المشتركة والقائمة الموحدة كرارهم سليم يعني اعتمادا على ما حدث في المرة السابقة أنا قلت قبل المرة أنه الجهتين لا يمكن أنه الأحزاب الصهيونية أن تعتمد على إيش أنه يكونوا قبة بيضة القبان لا يمكن لأنه الفكر اليهودي والصهيوني ودولة يهودية وقانون القومية وكامينس وكل الأمور لا يمكن أن تعطي أي كان إمه غير يهودية أن يقرر للدولة اليهودية تسأل المحامي سامير زدان في هذه النقطة لديك رأي فيها أنا أقول شغلي واحد للشارع العربي على سبيل التجربة عشر أعضاء المشترك والموحد عشر أعضاء اليوم المنضات مع بن يمين نتنياهو المشترك والموحد ينادوا قبل الانتخابات بإبطال قانون كامينتس بإبطال قانون القومية بمنع العنف في الشارع العربي على سبيل التجربة ليس هناك أنا لا أرى هناك فروق شاسعة بين الأحزاب اليهودية ربما لخدمة الشارع العربي ربما لخدمة المواطن العربي في إسرائيل ربما لدعم الاقتصاد العربي والتعليم العربي وكل مجالات الحياة لماذا لا يذهبون في تجربة كما قال الأستاذ علي أن الأحزاب الصهيونية لا تقبل إقامة حكومة على الأصوات العربية قدموا أنه اليوم مستعدين المشترك قالت أعطوني 55 لا لا مش هذا قصدي أستاذ شاكر قصدي يجي يقول نتنياهو نحن مستعدين ندعم حكومة اليمين بشرط أنه بدنا 1 2 3 4 بشكل واضح وقاطع واتفاقية مع الحكومة لماذا لا نجرب الجديد في هذه الدولة لماذا الشارع العربي يجب أن دائما يبقى في مجال اليسار لخدمة المواطن العربي الحزب المشترك والموحدة يتنفسون من الأصوات العرب العرب تعاني من التخطيط والبناء تعاني من بمرة واحدة وإذا رفض رئيس الحكومة إقامة حكومة بناء واستنادا على هذين الحزبين فلكل حدث حديث وفي ساعته ممكن ساعته أنه كمان نزيد القوة تبعة المشتركة والموحدة يجب الآن السؤال للأخ عليه صلالها نتنياهو أوصوا عليه 52 عضو كناسة لتشكيل الاتلاف الحكومة ينقص 9 أعضاء لتشكيل هذا الاتلاف برأيك ما هي الخيارات المتاحة أمام نتنياهو من يمكن أن ينضم يعني بعد إقناع وبعد مشاورات وبعد 28 يوما يعني وقت طويل لنتنياهو ليفعل ما يشاء بالنسبة للاتلاف طبعا في عندك تكباخ هذا شيء بس قلت أنا هذول يريد أن يحافظوا على أصوات المرأة جدعون ساعة يعني يعود إلى أسا عندك ميرتس لا يمكن عندك إسرائيل بيتانو كان له تجربة مريرة جدا 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 مع نتنياهو ولذلك أنا بشوفش أنه إسرائيل بيتانو أو لبرمان راح يكون هناك عفوذات علموا الدرس من بيرتس المرة الماضي راح معاه وفي الآخر تشضت كل حزب العمل واندثر وإجت هاي قامته من جديد بفكرش أنه هي تعمل نفس الخطأ كحول أفان جانس عمليا كان الضحية الكبرى في كل الموضوع تبع نتنياهو ولذلك أنا بشوفش أنه جانس سيرجع إلى نفس ويشع تيد يشع تيد اليوم هن في موقع اللي هن بيقدروا يغيروا ويكونوا رئاسة الحكومة في هاي الدولة أو هن البديل ولذلك فينا مشكلة في هذا الموضوع إذا ظلت المشتفة وظلت المشتركة والموحدة اللي حكى عن الأخ سمير بس أنا بقول منذ قيام دولة إسرائيل من الثمانة وأربعين لغاية اليوم عمليا الإجحاف والظلم في حق الوسط العربي كان ولم يزل واللي صادر أراضي العرب لم يكن اللي كود إنما من كان حزب العمل وحزب اللي كود استمر واجب لنا قانون القومية واجب لنا كامينتس وأنا بشوفش إنه في اليوم أي جهة من الجهتين إنه تيجي تقول بدنا نلغي قانون القومية أو بدنا نلغي إيش كامينتس لأنه القوة المتصارعة في داخل كل من الجهتين هي قوة فاعلة ومؤثرة ولذلك العرب اللي اتخذوه هو قرار صائب بقدوا على الجدار ينتظر الفرصة أنا بقول من هون للجهتين انضموا مع بعضكم البعض ارجعوا إلى بعضكم البعض فيش فرق كبير بينكم بناتكم وللمرة القادمة الانتخابات القادمة مش انتصيروا عشرين أو اثنين عشرين عضو كنس إلا من يتوجه نتنياهو في الأسبوع القادمة الأربعة الأسبوع القادمة من التجربة هل في النهاية يتصل بالدكتور منصور عباس مثل ما أكيد رايح يتصل بالدكتور منصور عباس أما إذا بدك من التجربة السابقة في الاتخابات الثالثة أنا بشوف أنه يقير لبيد يقير لبيد هيك الاتصال راح يكون لأنه اليوم يقير لبيد كمان إحنا ما تحدثناش عن المبادئ السياسية أنا لا أرى أنه يقير لبيد هو يصار في إسرائيل وهو ليس يمثل اليصار في الشرع اليهودي هو من المركز أو من المركز وإلى اليمين فإذا أراد أن يقيم حكومة مع الأحزاب العربية ويتمنى عن ذلك كما عمل جانس في الانتخابات الثالثة الحل الوحيد هو زي ما بقوله التنوب مع رئيس الحكومة سؤال التالي حتى لنفرض أن نتنياهو استطاع تشكيل الحكومة إلى أي مدى يمكن أن تصمد هذه الحكومة الضيقة لا يمكن أن تصمد إلى فترة زمنية طويلة قد تصمد إلى ما بعد قضية الاتفاق ما بين جانس ونتنياهو والرجوع إلى انتخابات أخرى على وعسى أن يحظى أي من الطرفين بحصة الأسد ليصل إلى تشكيل حكومة ثابتة وتخدم المجتمع الإسرائيلي بشكل صحيح طيب هذه الضباضية المحامي سمير زدان يعني كأن البلاد تسير نحو انتخابات خامسة ما هي السيناريا السيناريهات المتوقعة حسب رأيك يعني بالانتخابات الخامسة هل سيكون هناك نفس الأحزاب سترشح مرشحية مرة أخرى ونعود إلى نفس الحالة المرة الخامسة أنه نفس الأحزاب رايحة تخوض بمعركة الانتخابات لا شك بذلك أما إذا نفس المرشحين في القوائم في القوائم الحزبية لا شك أنه سيكون لا شك أنه تحت تغييرات يبكى اتحاد ربما مرة أخرى ومشترك ربما وجوه جديدة أكيد لا شك أنه سيكون وجوه جديدة ولا شك أيضا أنه سوف يتم إيش أنه أحزاب معينة لا تستطيع عبور نسبة الحسم كانوا من اليمين وكانوا من اليسار يعني رايح يكون الناخب الإسرائيلي أكثر في اتجاه دعم الأحزاب الكبيرة لأجل اتخاذ قرار بشكل واضح من أجل الثبات حسم الموضوع بالضبط وحسم الموضوع ما هو السيناريو الذي توقعه أنه الأحزاب راح تتخلى عن مواقفها خذ الأحزاب المتدينة لا يمكن منذ قيام الدولة ولغاية الآن هني أحزاب بني كبير رايح يروح نظر بشوفش أنه بني كبير ممكن بني كبير يكبر أكثر على اعتبار أنه فيه في هاي الدولة تطرف أكبر ولذلك قد لا يفشل في الانتخابات ربما هاي غطت نتنياهو أنه أعطى أصوات من اللي كود لحزب السينات أنا بشوف اليوم التغيير اللي ممكن يصير لأنه كل التوجهات حتى ما بين الناس العاديين بقول لك اللي يقف أمام التغيير في دولة إسرائيل هو بنيمين نتنياهو ويجب أن يترك الحلبة السياسية لإعطاء الفرصة بشكل أكبر وأفضل للجمهور الإسرائيلي ولكن عنده قاعدة قاعدة واسعة 30 من 30 أنا بشوفش أن القاعدة بعد نفس القاعدة أنا بشوفش هل هو الشخص أم الحزب؟ هو الذي يجبر كل من يتواجد معه أنه يتصرف بنفس التصرف تجرأ قدعو ساعر على الموضوع وأنا بشوف الإمبراطورية هاي عمالة تتهدم شوي شوي وننساش أنه في محكمة محكمة اللي بدي يكون إلى تأثيره الكبير جدا جدا على الناخب الإسرائيلي وأنا بشوف أنه اللي تحدث عنه رئيس الدولة وذكر هذا الموضوع موضوع المحكمة جاء في هذا السياق أنه يقول بنيمين نتنياهو خلاص بكفه ولكن الجمهور الذي يصوت لنتنياهو يعرف أنه متهم نحن نعرف من الجمهور الذي يصوت إلى الليكود وهو يصوت بعينين غمضات بدون تفكير مع الاحترام لكل المصوطين أنا مش بمسش أي إنسان ولكن هذا هو رفح الدولة في من هنوع وإحنا الوسط العربي عمليا نصوت نفس الشيء مرات كالقطيع وهذا مشكلة عويصة جدا ويجب أن نخرج إلى العالم لنرى ما يحدث في العالم ونصوت بموجب مصالح الدولة والمصطح العام والمجموعة وليس المجموعة المحامي سامير زدان دعنا نتحدث عن الأحزاب العربية كيف يمكن أن تخوض الانتخابات كيف سيتصرف الجمهور العربي يعني شاهدنا كيف فعل الجمهور العربي وخسر خمسة مقاعد يعني في الانتخابات الأخيرة الجمهور العربي نريد أن تحدثنا عنه كيف سيتصرف في حال انتخابات خامسة أولا أنا شفت كيف كانت الانتخابات الرابعة الموحدة لحال والمشتركة لحال يستمر ناحية عقادية بدون أي سبب أو أشياء شخصية بالنسبة للسياسة كما هو في كل العالم هناك شارع اليميني وهناك الشارع اليساري يحق لعرب الداخل في إسرائيل أن يكون في عرب في الأفكار إذا منقدر نسميها إحنا يمين ويسار الموحدة تشكل اليوم أو تمثل احتياجات الشارع العربي وهذه خطوة مباركة هذه خطوة ربما نصل إلى مستقبل أفضل عن طريق هذا الفكر أما الاتجاه اليساري دائما المشتركة ضد وضد وضد لم تقدم أي شيء للشارع العربي فربما الشارع العربي بحاجة إلى الموحدة أو الفكرة الذي تحمله الموحدة في هذا الاتجاه مسموح كمان للعرب يكونوا منقسمين من ناحية الفكرية العقائدية هذا يمين هذا وسط هذا يصار أيضا لتمرير رسالة إلى الأكثرية لا لكن في النهاية يتفقان على أمر واحد لجمهور العربي أنا لم يتفقين اليوم ديركتور منصور عباس يقول لك أنا ضد العنف في الشارع العربي هذا العنوان من ناحية عملية وهذا ما تقول هو المشترك أيضا لم يدرج بشكل واضح وقاطع وفاصل في السوق الإسرائيلي ماذا سيفعل لجمهور العربي نحن في الطريق رشيد بيت قالوا أنه منصور عباس عملية لا يوجد وعك صحية كل ما هناك هو سلامة طبعا أكيد بدون شك رشيد بيت قالوا أنه راح على المستشفى لكي لا يكون في الكنيسة لكي لا يوقف لأنه ينشد النشيد الوطني تبع الدول هذا اتهام مع أنا لا أتهم أنا سمعت رشيد بيت لا أنت تقول هو في المستشفى من يصل إلى المستشفى كمان أيوب قرى مرة من المرة توقعوا واخذوا على المستشفى لأنه بدوا نوب قلبية فيه كمان هاي الأمور بتصير وبيعمل ولكن أنا بقول أخرى مرة الوسط العربي يمكن أنه يكونوا مع بعضهم البعض يخوضوا المعركة الانتخابية مع بعضهم البعض بعد أن يحصلوا على ثقة المجتمع العربي بكامله بنفصله وبيصيروا قوة مؤثرة ولكن عليهم أنهم يعرفوا أنه في دولة إسرائيل لغاية الآن لم يحدث أي تغيير لقبول المجتمع أو الممثلين العرب ليكونوا مؤثرين في السياسة الإسرائيلية أنا أتوجه للوسط اليهودي وأقول إنهجوا كما ينهج حزب ميرتس اقبلوا الواقع اقبلوا أنه في أقالية كبيرة أكثر من مليونين بني آدم في دولة إسرائيل يحق لهم العيش الرغيد والمحترم وهن العمال اللي بخلقوا الاقتصاد وهن الناس اللي اليوم أطباء 50% أو أكثر من أطباء دولة إسرائيل موجودين في المستشفيات الإسرائيلية وهم أيضا قسم من العلماء والباحثين الكبار في هذه الدولة لا يمكن أنكم أنتم اتشضوا مجتمع عربي كبير يتعلم وجيد على فكرة ولا يصدر في الدولة لا أكشف سر أنك كنت نشيط في حزب ميرتس أنا نشيط لحد اليوم بس أنا نشيط فهذه الأفكار قبل حزب ميرتس وأعي ما يحدث أنا مش أبوي وجدي اللي كانوا يجوا يحكوا كلمتين طيبات ويجي لدي ضيف من المجتمع اليهودي وأذبح له ذبيحة لا خلصت هذه الشغلة أنا أرغب في أن أؤمن مستقبلي ومستقبل ابني ومستقبل حفيدي ليعيش في هذه الدولة ليس كمواطن من صنف بها إنما مواطن له كل الحقوق وكل الواجبات بنعطيها إحنا الدروز بنعطيها ولكن كمان إحنا إيش اليوم إبني إذا بدي أعمر بيجي له شمطرس إيش اسمه شمطرس وبيجيب له ورقة عليها 300 ألف شيكل وين بدي يروح يعمر هذا ليش هو ساكن في محل اللي فيش عنده خاص كمان هو ساكن في هناك إذن لا يعقل إنه إحنا نظل نستمر في هذا نروح وراء الأحزاب لأنه هو حزب كبير أو لأنه هو حزب يهودي أنا بدي مساواة تامي أعطيني حقوقي وأنا بالنسبة لهذه الدولة ما عنديش ولا مشكلة برفع العلم تبع الدولة هاي وبأنشد وطن نعطي مجال لأخ سمير لونيه هذا اللقاء طبعا أنت تطلعاتك يعني من الأحزاب العربية خاصة في الانتخابات القادمة تطلعاتك أنه يخدموا للشارع العربي تطلعاتك أنه يحلوا مشكلات البناء تطلعاتك أنه ما يكونش في خجل عند ممثلين الأحزاب العربية إذا كانت أراء غير متطابقة مع حزب عربي ثاني تطلعاتك شغلة وحدة أنه يجربوا يثبتوا للعالم كله اليوم كل العالم هو قرية صغيرة أنه إحنا حولنا نكون في الائتلاف لحد اليوم ولا حزب عربي كان من داخل الائتلاف الحكومي لا يمكن خدمة الشارع العربي إذا لم تكن من السلطة التنفيذية السلطة التشريعية هي تشريع الشارع العربي بحاجة إلى التنفيذ والتنفيذ يجب أن تكون في الائتلاف الحكومي ولولا مرة واحدة مرة الماضية عمليا هني قالوا أعطوا غانس مش ينشك الحكومة سعدنا بحضوركم المربضي والناشط السياسي علي صلالحة والمحامي والمحاسب سمير زيدان أهلا بكم عزيزي نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة فقرات البرنامج الإخباري هذا اليوم من قناة هلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر